أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم كان يوم صعب ومحزن في مدينتي في مدينة القدس أنا طلعت الصبح لأوثق المسيرات المختلفة في القدس ووثق الأوضاع في القدس بدأت وطلعت في باب الخليل الباب الذي يؤدي إلى حي الأرمن والحي اليهودي باتجاه حائط المبكة وهناك شفت لأول مرة المسيرات للشباب اليهود المسيرات التقليدية في يوم إحياد ذكرى أو يوم القدس اليوم الذي يحيي ذكرى توحيد القدس أو يعني إلغاء الجدار الذي كان في القدس قبل الحرب 67 بعدين كملت وذهبت إلى باب العمود الباب الرئيسي للبلد القديمة الذي يؤدي إلى الحي الإسلامي أو الربع الإسلامي في البلد القديمة وهناك بلشت هتفات وشعرات للشباب المتواجدين هناك في البلد القديمة جنب باب العمود صدفت صديقي روبي بيرمان خلال حديثنا بحكالي روبي قصة مثيرة جدا صارت معه اسمي روبي بيرمان اليوم أنا عرب وخمسين بس لما أنا كنت شاب أنا كنت طلاب في بلد القديمة و أنا جيت لهن في يوم يو شلايم و لما أنا كنت في المصيرة لما أنا كنت في المصيرة أنا متاسف بس أنا حتىت خشبة صغيرة في القفل في الكفل عرب و اليوم أنا متاسف و أنا مخرج هذا كان التربية و أنا هون اليوم عشان أنا بدي أحكي مع اليهود هون وبطلب منهم لا يحكوا ولا يسيح كل عيشات ديد العرب يعني الإحباط والتوتر كان ملحوظ نتيجة إهمال مستمر للبلدية لسكان القدس العرب للفلسطينيين في القدس ونتيجة المحكمة لإخلاء عشرات العائلات من بيوتهم بشكل مجحف ومظلم كل هذه الأمور ساهمت في إشعال المشاعر والتوتر اللي كان في تلك اللحظة بعد الساعة من هذه الهتفات صفرات الإنذار في القدس الأمور هدئت بعدين وكان هناك زي ما بيقولوا بالأخبار هدوء مشوب بالتوتر رجعت إلى بيتي ولكن مع كل اللي حصل اليوم كل الصعوبات اللي وجهنا كالسكان في هذه المدينة عرب ويهود شاركت في المساء في إفطار جماعي نظموا بعض المجموعات هنا في القدس لليهود والمسلمين ورغم كل شي شاركنا مع المسلمين عيدهم وإفطارهم ونحن مستمرين رغم كل شي رغم كل الصعوبات نحن عايشين هنا في هذه المدينة مع بعض نطالب بحق كل سكان هذه المدينة بلا تمييز بلا عنصرية بلا إجحاف هذه المدينة تسمى مدينة السلام ونحن نطالب حكوماتنا ونطالب قاداتنا بالسلام ولكن السلام لازم يكون مبني على عدالة وعدم التمييز وعدم العنصرية وأنا أنادي وأناشد كل أصدقائي مهما كانوا وأينما كانوا إنهم يساعدون في المطالبة بالسلام والإهداء وأتمنى لكم لكل المشاهدين كل عام وأنتم بخير صوما مقبولا وإفطارا هنيا وإن شاء الله يكون العيد عيد سلام وعيد محبة للجميع وكل عام وأنتم بألف خير شكرا